مساء الخير مشاهدينا الكرام أهلاً وسهلاً بحضراتكم في بيت للكل لقاء اليوم هو لقاء للشباب وعن الشباب اليوم العالمي للشباب الحقيقة ده من الأيام الجميلة لأنه ما فيش طاقة من غير شباب والشباب هما عماد كل دولة هما عماد الوطن بشكل عام هما اللي بيبنوا هما اللي بيكملوا هما اللي بيحملوا المسيرة وطبعاً بيبقوا واخدين الخبرات من الكبار ولكن لابد أنه يكون فيه شباب في أي دولة بتلاقي شبابها موجود في مجالات كتير تعرف أن هذه الدولة ترى نور وأنها تتقدم بشكل كبير وأنها تسمح كمان للشباب أنه يكون عنده رأي يكون موجود يكون بيشارك في البناء والتعمير تعالوا بالنسبة لمصر هناك عدد من الأرقام أحب أن أطلع حضراتكم عليها تشير المؤشرات الإحصائية للجهاز المركزي المصري أن عدد سكان مصر تحت سن 40 يفوق ثلثي إجمالي عدد السكان يعني إذن 40% من السكان تحت سن الأربعين وده اللي بيأكد العنوان الكبير بأن مصر دولة شباب كمان بيقولوا فيه إحصاء كان سنة 2018 في هذا الإحصاء نحو 30 مليون في سن العمل يعني سنة 2018 كان فيه 30 مليون في سن العمل من يعملون في الدولة بيبلغ الشباب في الفئة العمرية من 18 ل29 20 مليون نسمة وكل ده فيه إحصائيات 2018 وده بنسبة 21% من إجمالي السكان وطبعاً العدد كمان 50% ذكور و49 إناث يعني العدد تقريباً في توازي وده وفق لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال عام 2018 فده بيؤكد بشكل كبير العنوان الكبير اللي بنقوله وهي إنه مصر دولة شباب فكل ما كان عندك إتاحة للشباب وكل ما اهتميت بالشباب برامج الشباب المبادرات وجودهم وجود كمان إنك تحملهم المسئولية يبقوا موجودين في مكان القيادة مش بالضرورة يكون هو يعني المسئول الأول ولكن ممكن يكون المسئول التاني لكن بعدها بسنتين ممكن يكون بسهولة هو المسئول الأول علشان يقدر يدي من الطاقة ومن الشباب سعاد بنقول إنه العمر رقم حقيقي بس رقم إزاي بالصحة والشباب أهلا بيكم في بيت للكل